هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ظاهرة الوحي لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم بدعا من المرسلين ولا كان أول نبي خاطب الناس باسم الوحي فمن لدى النوح تتابع أفراد مصطفون أخيار ينطقون عن الله ولا ينطقون عن الهوى ولم يكن الوحي الذي أيدهم به الله مخالفا الوحي الذي أيد به محمدا بل كانت ظاهرة الوحي متماثلة عند الجميع لأن مصدرها واحد وغايتها واحدة كما قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما